حسب الإحصائيات الرسمية أننا سنويا نزداد مليون نسمة أزمة السكن بدت هي أخوها هي زيانة مورد بشري زيانة المفروض نستثمرها صح هذه بدت موضوع السكن هو ليس جديد هو من زمن النظام البائد لكن في ذاك الوقت لم يكن كان تسليط الضوء على هذه الأزمات فتشوف دائما يكون تمجيد لهذه الحقبة المظلمة بعد 2003 حتى العوائل الفقيرة لا يوجد هذه الإمكانية أنه هذا يطلع واحدة هذا يطلع واحدة الناس يعدوا بيت واحد ومدبر حالي هو هذا الصح وراء 2003 شنو اللي صار أكوه هي عراقية الرجعة بدل العراق هو سوق حر وسوق تحرر فما يوفر من عرض فيه وحدات سكنية سواء منازل أو شقق لا يسد الحاجة يعني احنا أصلا بالبداية عندنا حاجة هذه أصل الأزمة هذه أصل الأزمة احنا بالبداية عندنا حاجة للسكن طيب يوجد ضغط إضافي عليها فهذا بدأت مع شديد الأسف طيلة السنوات الماضية ما قدرنا نشوف مجمع سكني أو أو مجمع لفقراء قدر يستوعب أو يقلل يعني احنا نحتاج ثلاثة مليون وحدة سكنية ثلاثة مليون هذن اللي دا تشوفهن كل هلم يجن اثنين أو ثلاثة بالمئة هاي بس بغداد لو العراق كل العراق شقد واصلا النسبة حاليا ما يسدن شقد الموجود 3 بالمئة من الحاجة الفعلي طبعا لا تشن يعني مجمع مجمعات كل مجمعات جمشقة وقدرت عندك نوم سكاني وقدرت عندك فشن اللي صار هاي الأزمة هم سبب التشوه للمدن أستاذ يعني احنا اليوم المدن تشوهت يعني مثلا هسا انت تدخل للأحياء الراقية مثلا شارع فلسطين كان مثلا أقل بيت 300 متر أربعين بدت تتحول إلى عشوائيات